اذا انطلاق موفق عزاء الجمهور والحضور الكريم 14 من الجهد المهجنة الاصيلة في الصدارة روزوليت محاولة لخطف الصدارة من الجهة الداخلية ومن الجهة الخارجية هناك الجواد ستار دير وخطوة بخطوة مع الجواد روزوليت مباركس عيد جفال النعيمي وانكول بيكس سيد سيد إبراهيم المالكي وإيفريت من الجهة الداخلية محاولة من الجهة الخارجية بيتر أندرسون مربط مرقابو ميرفين سورلند هانتينغ ترتان محاولة لخطف الصدارة من الجهة الوسطى السيد عبداللطيف علي المسند المهندي من الوسط الجهة محاولة لخطف الصدارة ولكن روزوليت نعيمي مباركس عيد جفال النعيمي والسنة البرتو وخطوة بخطوة مع الجواد الخارط محاولة لخطف الصدارة أيضا من الجهة الخارجية ولكن لا تزال الصدارة جميلة وقوية مع الجواد روزوليت مباركس عيد جفال النعيمي والسنة البرتو في الترقب هناك بيتر أندرسون في وضع الانتظار ووضع الترقب وهناك الجواد أيضا ستاردي لم يطلع في الأمام وانكل بيكس من الجهة الداخلية في الترتيب الرابع وستاردي الجواد بيتر أندرسون في ترقب وانتظار هانتين تارتان من الجهة الخارجية محاولة لللحاق ولا تزال الصدارة جميلة وقوية محاولة في التغيير وخطف الصدارة من قبل بعض الجياد هناك محاولة لخطف الصدارة وتنجح والسيد إبراهيم حسن المالكي الجهني يخطف الصدارة واليملي والفارس ومحاولة ستاردي للآن قادم وسادة مربط الجسرة بيير كونفرتينو في وضع اليد ومحاولة للتقدم من الجهة الخلفية ستاردي للآن والفارس عفوا الجواد جنوب نبراس وستاردي للآن قادم وجنوب نبراس في الأمتار الأخيرة وبيير كونفرتينو محاولة لخطف الصدارة والفاز فوز جميل وقوي ومسافة بعيدة السادة مربط الجسرة والجواد جنوب نبراس التهاني والتبركات ونتائج كأس وإذنان عزاء الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 10 جنوب نبراس ملك السادة مربط الجسرة والفارس بيير كونفرتينو والمدرب بدر العابد مبروك في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 4 الخارط ملك السادة عبداللزيد علي عبداللكثيري والمدرب والخيال جيرالدا فرانج مبروك في الترتيب الثالج الجواد زاكو ملك السادة حسن حسن الجهاني والخيال يوني سوابد مبروك في ترتيب الرابع جاء الجواد رقم 1 ملك السادة مربط مرقاب الخيال مارفين سورلند في الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 12 وانمور رامن ملك المهندس مع عمر smell معي للدفع خيال داكلين كونان ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وبانتظار تتويج لكأس وذنان الفارس الفائز على الجوار جنوب نبراز بير كونفارتينو يستلم كأس الفارس مبروك برافو والمدرب بدر العابد مدرب الجوار جنوب نبراز نيابة عنه ولده نجله حسين وكأس جنوب نبراز والمالك السادة مربط الجسرة سيد بدر العابد هنا المدرب يستلم كأس المالك مدرب الجوار جنوب نبراز والصورة التذكارية والجماعية وفريق الجوار جنوب نبراز السادة مربط الجسرة بير كونفارتينو بدر العابد مدربا موجود معنا سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم الثاني سعادة الشيخ محمد بن فالح الثاني رئيس مجلس الدارف نازل سباق الفروسية سيد عبد العزيز المالكي نائب رئيس مجلس